السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي أبطلتنا يا عديدي عاملين ايه وحشتوني جدا جدا يا رب الكون وكلكم بخير ان شاء الله النهاردة هنحلم مع بعض محافظة رقم 4 محافظة القليبية وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس له كله عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله نسمي الله ونصلى الرسول اللهم صلي وسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أولا الجغرافية أمام خريطة سماء للوطن العربي اكتب مدولة الأرقام الموضحة عليها زي ما احنا شايفين حبابي دي خريطة الوطن العربي تعالوا مع بعض نشوف الأرقام بتشير إليه رقم 1 على الخريطة هو خالي جعدن 2 البحر المتوسط 3 دولة تعاني من عجز سكاني بتعاني من عجز سكاني دولة السعودية 4 دائرة عرض رئيسية هي مدار السرطان 5 الصحراء المغربية بما تفسر تنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية به رقم 2 بما تفسر تكون السلوج على بعض كمم الجبال المرتفعة بالوطن العربي ليه حبيبي؟ بسبب شدة ارتفاعها حيث تنخفض درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مأوية كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر رقم 3 بما تفسر تناقص أعداد البدوء الرحل في الوطن العربي رقم 1 بسبب هجرة أعداد منهم إلى الكرة والمدن القريبة رقم 2 تحول أعداد كبيرة منهم للعمل في التعدين واستخراج البترول رقم 3 قيام الدول العربية بتوطنهم في كرة بهدف تعمير السحراء رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين يحد الوطن العربي غربا المحيط الأطلنطي ينتج عن نحت الماء للسخور واقر سبها أشكال سطحة متعددة مثل نحت الماء يبقى هينتج عنها إيه؟ الدلات والشواطئ مهو المية مش هينتج عنها هضوب ولا قسبان رملية ولا جبال يبقى نحت الماء بينتج عنها أشكال زي إيه؟ الدلات والشواطئ يستخرج الصمغ العربي من أشجار الصمت ينتمي جنوب غرب شبه الجزيرة العربية للأقليم المناخي المداري خمسة يفضل سكان دولتي اليمن والبنان سكناء الجبال ليه؟ لاعتدال درجة الحرارة رقم 2 اثبت بالأدلة صحة كل هبارة من لبرات الأدية ما زال الاستعمار باقيا في الوطن العربي يعني بيقولي هنا دلل ما زال الاستعمار باقيا في الوطن العربي حيث هناك بعض الدول العربية لم تحصل على استقلالها مسلمين فلسطين وبعض الجزر الإماراتية وبعض المدن المغربية رقم 2 اثبت أو دلل تركز السكان في مناطق الوحاة بالوطن العربي بالرغم من وقعها في الصحراء حيث يعيش بعض السكان في الوحاة مثل واحد سيوة بمصر وواحد الكفرة بليبيا لوجود تربة خصبة صالحة للزراعة وتوافر المياه الجوفية العزبة ثانيا التاريخ اكتب كلمة صواب أمام اللابرة الصحيحة وكلمة خطأ أمام اللابرة غير الصحيحة نظم العرب قبل الإسلام نظم العرب قبل الإسلام رحلتين تجارتين في الشتاء للشام وفي الصيف لليمن الإجابة غلط هو هنا عكسها بنفروض إن هو في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام رقم 2 بعض الرسول صلى الله عليه وسلم هو في سن الأربعين من عمره الإجابة صحيحة ثلاثة نجحة أقولها في إنقاذ قفلة كوريش التجارية من أيدي المسلمين نعم 2 هجرية الإجابة خطأ أربعات طرد الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني كوريزة بعد لزوة خيبر الإجابة خطأ رقم 5 كتابة الكرآن الكريم في مصحف 1 أحد أعمال الخليفة عثمان ابن فان الإجابة صحيحة رقم B كارم بن معركتي القادسية واليارموك من حيث أطراف المعركة القاد المسلمين في المعركتين وهي النتائج القادسية معركة القادسية الأطراف المسلمين ضد الفرس أما القادة المسلمين هما كان سعد ابن أبي وقاس النتائج انتصر المسلمون وهزم الفرس قتل رستم قائد الفرس ثلاثة دخل المسلمون مدينة المدائن عاصمة الفرس أما بالنسبة لي معركة اليارموك هقول الأطراف المسلمون ضد الروم أو الروم ضد المسلمون القادة المسلمين هو خالد ابن الوليد أما نتائج معركة اليارموك رقم 1 انتصر المسلمون على الروم رقم 2 غادر قيسر الروم بلاد الشام رقم 3 إلى من تنسب الأعمال التاريخية الآتي حاول هدم الكعب المشرفة اللي يسرف العرب عن زيارتها والحج إليها هو مين إبراهاء الحبشي رقم 2 أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يسرب ليعلم أهلها أمور الدين مصعب ابن عمير أشارع الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة سلمان الفارسي عمل على إصارة الفتنة بين المسلمين وهدم كيان الدولة الإسلامية أو آخر عهد الخليفة عصمان ابن عفان عبد الله ابن سبق رقم بيه من النتائج التي ترتبت على صلح الحديبية عام 6 هجرية نحن كنا نقول في المحافظة اللي فاتت أن السؤال ده بيتكرر كتير في الامتحانات حقود بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل إلى ملوك العالم يدونهم إلى الإسلام وبذلك بدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا وموضحة كل من يقف أمام تبلغها ونشر فضائلها بين الناس جميعا رقم اثنين من النتائج التي ترتبت على فتح عمرو بن العص لمصر عام 21 هجرية رقم واحد ترتب على ذلك جلاء القوات الرومانية منها اثنين أصبحت مصر ولاية إسلامية رقم ثلاثة من النتائج التي ترتبت على إنشاء أول أسطول بحري إسلامي في عهد الخليفة عصمان ابن عفان رقم واحد ترتب على ذلك صد هجمات الروم على سواحل مصر والشام اثنين تأمين حدود الدولة الإسلامية برا وبحرا رقم جيم ما رأيك فيه موقف الخوارج من الإمام عليه ابن أبي طالب بعد قبوله الحكم بعد قبوله التحكيم هقولي إن الاختلاف في الرأي لا يبيح القتل فقط قاموا بقتل الخليفة عليه ابن أبي طالب وبكده حبيبي نكون انتهينا من حل محافظة القلوبية أتمنى يا ربي إن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح ولو استفدتم الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله وألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته